يسعد طباحكم من جديد مشاهدنا تنتشر فكرة مغلوطة لدى بعض الأسر بأن المسؤولية تقع على عاتق شخص واحد فيها أو ربما الوالدين فقط إلا أنه في الحالة الطبيعية لأي أسرة يجب أن يكون هناك توزيع للأدوار والمهام بين الأفراد لتحقيق التعاون فيما بينهم تماما وللحديث أكثر عن فن توزيع الأدوار داخل الأسرة وكيفية إيجادة هذا الفن تنظم إلينا عبر الأقمار الصناعية منتعز الأستاذ عفاف الصلاحي وهي مدربة ومرشدة أسرية أهلا بك ست عفاف أهلا وسهلا ست عفاف يعني من المعروف أنه مش لازم كما ذكرت صفا في بداية المقدمة مش لازم أنه دور الأسرة أو دور فن توزيع الأدوار في الأسرة أنه يقتصر على شخص واحد معين فقط لا غير لازم أنه يقتصر على عدة أشخاص فما المقصود بفن توزيع الأدوار داخل الأسرة فن توزيع المهام داخل الأسرة يعني أنه تقسيم الأعمال داخل الأسرة على عدة أفراد فهذا لا يعني أن جميع المهام تكون مسؤولية الأب والأم لا بالعلى العكس يعني كلما زادت توزيع هذه الأدوار على عدة أفراد كان ذلك أكثر تكاملا وأكثر انسجاما وأكثر محبة ورحمة بين الأسرة فنعرف بالدور الأساسي أن الدور الأب أو الزوج هو الدور القيادي داخل الأسرة وعليه أن يسد احتياجات الأسرة وكذلك يكون دور الأم تربية الأبناء وتنشئتهم توفير جوار راحة والطمأنينة داخل البيت مساعدة الجميع على أداء مهامهم اليومية بطريقة سلسة ومتعاونة لكن لا يمنع إذا كان هناك أبناء داخل الأسرة أن يقوموا بالمساعدة فمثلا يقوم الأبناء الذكور بمساعدة والدهم بقضاء الاحتياجات البيت وشراء الاحتياجات وعمل المهم المساعدة للوالد وكذلك تقوم الفتيات البنات في الأسرة بمساعدة الأم في تربية الأبناء وإعداد الطعام وتنظيف البيت ومساعدة الأم في تجهيز وإعداد المهام المطلوبة داخل المنزل تمام يمكن في الأسرة اليمنية البنات في المطبخ وفي المنزل والأولاد خارج المنزل هل يمنع أن الاثنين يساعدوا بعض خارج وداخل المنزل سواء كانوا فتيات أو أولاد لا مشكلة في ذلك أبدا ولكن يجب التنسيق بين أفراد الأسرة بالمهام حتى لا يكون هناك تضارب أو تصارع بالمهام فنجد مهمة يتسابق عليها أكثر من أبن داخل الأسرة بينما هناك مهام أخرى لا يقوم بها أحد أو يكون هناك تأخير في إجاز هذه المهام فيكون هناك عبارة عن تنسيق وعادة ما تقوم الأم بتوزيع الأدوار داخل الأسرة بحيث تقول أنها تحتاج إلى شراء بعض الاحتياجات خاصة عندما يكون الأب كثيرا للانشغال أو مغترب أو غير موجود فإنها تلقى إلى أبنائها الذكور في شراء الاحتياجات وتلبية متطلبات البيت بينما تقوم الفتيات بمساعدتها بمهام المنزل ولكن في حال أنه كان الأبناء الذكور أصغر سنا من الفتيات أو غير متواجدين أيضا كدراستهم في الجامعة أو لديهم وظائف فلا مانع أن تقوم الأخت الكبرى بالخروج لشراء احتياجات البيت أو تقوم الأم بهذا الأمر المهم أن يكون هناك نوع من التنسيق كما لا بد من توفر شرط شرط ضروري وهو القدرة لا بد أن يكون الفرد الذي سيقوم بهذه المهمة لديه القدرة على هذا الأمر فلا نجعل مثلا الإبن الصغير يذهب إلى البقالة وهو لا يستطيع أن يلم بجميع احتياجات البيت أو يعلم كم صرف من النقود وكم تبقى وكم كذا فلا بد أن يكون هناك نوع من القدرة والكفاءة للفرد الذي سيقوم بهذه المهمة ولا مانع في تبادل الأدوار بين الأب والأم أو بين الفتاة والابن هذا كله على حسب احتياجات الأسرة والتنسيق فيما بينهم صحيح ستعفف حتى إذا كان لا يوجد تعاون وتكاتف فيما بين الأسرة فيما بينهم الأخوان أو سواء الخوات يحصل العديد من المشاكل والشجار فيما بينهم لو تحدثنا الآن عن أهمية توزيع الأدوار داخل الأسرة وما الذي قد ينتج عنه من إيجابيات أيوة فتقسيم الأدوار يكون لديه الكثير من النتائج الإيجابية أول هذه النتائج هو تحمل المسؤولية تدريب الأفراد داخل الأسرة على تحمل المسؤولية فإذا لم يتعلم الابن أو البنت تحمل المسؤولية داخل الأسرة فإنه لن يستطيع أن يتحملها في المستقبل ولن يستطيع أن يتحملها خارج الأسرة كذلك كذلك يساعد على ترتيب المهام فكلما كانت المهام مقسمة كان العمل الذي سيقوم به كل فرد يناسب قدراته ويناسب وقته فلا تتكدس الأعمال على فرد معين من الأسرة بينما يظل البقية في حالة من عدم المسؤولية وعدم تحمل المهام يؤدي كذلك إلى تقوية الروابط فيما بين أفراد الأسرة فكلما رأى الأب أو الأم أو الأبن أو البنت أن جميع الأفراد يقومون بالأشياء المشتركة لمصلحة هذه الأسرة ويساعدونه على إنقاذ مهامه ويساعدونه على سد احتياجاته فهذا يزيد من الترابط ومن المحبة بين الأفراد فمثلا عندما يكون الأبن يرى والده يقدح طول النهار ليوفر له مصاريف البيت والمستلزمات للدراسة ويرى أمه تعد له الطعام وتنظف له البيت ويرى أخته تساعده في مذاكرته وفهم دروسه ويرى أخوه الآخر يساعده في اللعب وفي الترفيه وفي الخروق والدخول فهذا يجعله مترابط مع هذه الأسرة وينتمي إليها في كل الأوقات ويلقى إليها في أوقات الشدة والفرح جميل وكمان لما يكون له الدور اللي هو بالفعل مصاند لأسرته ومساعد فيها ومسهم في تماسك هذه الأسرة والتعاون فيما بينها أكيد طيب سيدة عفاف هل في معايير وأسس بناء عليها يتم تقسيم مهام البيت أو مهام الأسرة أو اللي حابب يعمل شغلة يعملها لا بد من وجود معايير أول معيار لا بد أن ننتبه إليه وهو القدرة يعني مثلا عندما نقول أن الأب لا بد عليه أن يتكفل بجميع مصاريف الأسرة هل يتوفر لدى الأب القدرة على هذا الأمر فإذا كان ليس لديه القدرة هنا يحتاج إلى المساعدة قد تقوم بمساعدته الأم إذا كانت لديها وظيفة وقد يقوم بمساعدته مثلا الأبن الكبير إذا قد تخرج ابن الجامعة وأصبح يعمل المعيار الآخر وهو الكفاءة فالفرد هذا الذي يقوم بهذه المهمة هل يستطيع أن يؤدي هذه المهمة على أكمل وجه أم أنه ما زال لا يجيد جميع قوانبها مثلا أن نقول أن البنت الكبرى تقوم بطهوة طعام فهل هي تستطيع أن تتعامل مع جميع الأدوات في المطبخ بكل سلامة وبكل مهنية وتستطيع أن تعد كل الأطباق بما يتناسب مع أفراد الأسرة أم أنها تحتاج إلى مساعدة من الأم كذلك لا بد من معيار مهم وهو احترام الأدوار البقية مثلا فإذا قلنا أن الأم عليها تربية الأبناء فهذا لا يلغي دور الأب فعليها أن تأخذ مشورته وعليها أن تنسق معه في كثير من الجوانب إذا قلنا أن الأبن الكبير عليه توفير احتياجات البيت فهذا لا يلغي دور التنسيق مع الأم ما هي الاحتياجات التي يقوم بشرعها الآن وما هي التي يتم تأجيلها وكيف يتم التعامل مع ميزانية البيت الأخت كذلك عندما تتعاون مع الأم في البيت فلا بد أن تقسم المهام بينها وبين الأم بطريقة صحيحة وأيضا من المعائر والأسس ألا يكون دور هذا الفرد يخل باحتياجاته مثلا أنا أقول أن هذه البنت عليها أن تساعد الأم هل هي في السن الذي يجعلها تساعد الأم فعلا في مهام البيت وهل هذا لا يؤثر على دراستها ولا يؤثر على مذاكرة دروسها هل هذا العمل يناسب صحتها ويناسب سنها هذه المعايير والأسس لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار من جميع الجوانب كمان أنه لازم أن يكون في حزم وفكرة هادفة من الأب والأم تجاه الأبناء يعني كيف يمكن للأب والأم إيصال فكرة الهدف الأساسي من توزيع الأدوار بين أفراد الأسرة للأبناء حتى يعني الأبناء يتفاعلوا مع هذه الفكرة ويساعدوا ويبادروا من خلال القيام بالمهام المطلوبة منهم لا شك أن الأسرة لها دور مهم جدا وتماسكها يؤثر على تماسك المجتمع فلابد أن نكون حريصين كلا فيما لدي يعني وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كل واحد لا بد أنه يحاول أن يوعي أسرته والمحيطين فيه ونعلم أن الأسرة إما أن تكون النواها الأساسية التي هي متكونة من الأب والأم والأبناء أو تكون الأسرة الممتدة التي تتكون من الأب والأم والأبناء والأخوال والأعمام والأجداد فلابد أن أحاول دائما أن أجلس مع أفراد الأسرة ونبسط لهم بطريقة أو بأخرى ما هي المهام التي على عاتق هذه الأسرة ما هي الصعوبات التي تواجهنا ما هي الظروف الاقتصادية التي تحيط بهذه الأسرة هل الأب موجود أم مغترب هل وضع الأسرة متدني الدخل أم متوسط الدخل هذه الأمور كلها لابد أن تناقش باستمرار داخل الأسرة ومع هذه الأمور نناقش أنه لابد من التعاون لابد من توزيع المهام فإذا كان مثلا الأب يعمل لفترات طويلة خارج المنزل أو كان مغترب فلابد أن يقوم الأبناء والبنات بمساعدة الأم بالقيام بالمهام التي كان يقوم بها الأب إذا كانت الأم تضطر للعمل خارج المنزل بحيث تساعد الأب في دخل الأسرة فلابد على الأبناء ذكور وإناث أن يساعدوا في ترتيب المنزل وفي نظافته وفي مساعدة الأم في المهام التي كانت داخل المنزل فلابد أن يتم منقشة هذه الأمور مع الأبناء باستمرار عن طريق الحوار الهادئ عن طريق القصة الهادفة عن طريق تمثيل الأدوار عن طريق إشراكهم في المهام فإذا الأب قام باستحاب ابنه الذكر إلى السوق وساعده في شراء الاحتياجات فإن الأبن سوف يعرف كيف يتعب الأب وما هي المهام التي على عاتقه وسيتعلم من والده كل فترة كيف يقوم بهذه الأمور حتى يعتمد عليه الأب بعد ذلك كذلك الفتاة في البيت تقوم أمها بإشراكها في إعداد الطعام غسل الثياب ترتيب البيت التنظيف وبذلك تتعرى الفتاة كم أن أمها تتعب وتكد في مهامها في هذه الأسرة وتبدأ بمحاولة مساعدة والدتها إلى أن تعتمد عليها أمها في بعض المهام فلابد من إشراكهم في تنفيذ المهام لا بد من إيصال الضغوطات التي تعاني منها الأسرة لهم بطريقة أو بأخرى بحوار بقصة بتمثيل أدوار بأمثلة بأي طريقة تساعدهم على فهم هذا الأمر وتجعلهم متحمسين للمساعدة والقيام بأدوارهم داخل الأسرة بالفعل يا ريت لأنه في كثير من الأباء بيشتكوا أنه مثلا الأبناء ما بيساعدوش مثلا في في البيت وأنه كل المسؤولية هي عليها الأمهات كذلك تقول لك أنا أنا جالس مثلا أطبخ وأنظف وأنتم قاعدات تقول لبناتها كذا هذا بسبب عدم توزيع الأدوار بين الأفراد في الأسرة ما هي نصائحك سيدة عفاف لتوزيع المهام والأدوار في الأسرة بشكل صحيح ومتوازن هناك نصيحة تقول أنه لا يجعلنا الحب لأبنائنا وبناتنا أن نجعل هناك معاقين داخل البيت يعني كيف معاقين إحنا بحبنا الزائد ودلالنا لأبنائنا وبناتنا قد نجعلهم معاقين فعلا فلا يستطيعون أداء مهامهم ولا مساعدتنا ولا مساعدة حتى أنفسهم في المستقبل الطفل الذي لا يتحمل مسؤوليات داخل أسرته لن يستطيع أن يتحمل مسؤولياته في المستقبل ولن يستطيع أن يتحملها في المجتمع فيما بعد فلابد من التركيز على مساعدته لتحمل المسؤوليات داخل الأسرة وإن كانت مسؤولية بسيطة مع كثير من التشجيع والتحفيز والدعم حتى يستطيع أن يكسب ثقته بنفسه ويؤدي هذه المهام بكل فخر وبكل مسؤولية فيما بعد ذلك سوف يذهب إلى المجتمع ويكون يحمل نفس الثقة ونفس المسؤولية وسوف يعرف من يساعد ومتى يساعد وبماذا يساعد لأنه قد تدرب على حس المسؤولية وتدرب على فهم احتياجات الآخرين وتدرب على تقديم المساعدة وأن يعمل بكفاءة وبمسؤولية فهذا يجعله فرد فاعل ومفيد في المجتمع كما يعزز من ثقته بنفسه وإيجابيته ويجعله دائما يستطيع أن يتغلب على الظروف المحيطة فيه مهما كانت صعبة فبعد عمر طويل بعد أن يذهب الأب وتذهب الأم سيبقى هذا الابن أو هذه البنت وحيدا في الحياة فلابد أن يتعلم كيف يكسب لقمة عيشه وكيف يدير أمور حياته وكيف يتعاون مع أفراد المجتمع كيف يساعد الآخرين وكيف يطلب منهم المساعدة لابد أن يتعلم في الاتصال والتواصل وفي التعامل الاجتماعي وفي التعاون في أفراد المجتمع حتى يستطيع العيش بسلام وأمان وبطريقة صحيحة ولا يلقى إلى الأمور العدائية لأن الشخص إذا لم يستطع أن يساعد نفسه ولا يساعد الآخرين ستولد لديه إحساس بالكراهية والعنف وسيؤدي به إلى أعمال سيئة وقد نرى أطفال الشوارع والقرائم والأشياء التي تنتشر هذا كله نتيجة لعدم تعويض الأطفال على تحمل مسؤولية والعمل بشكل إيجابي في المجتمع فإذا أردنا أسرة صالحة وأردنا مجتمع صالح لابد أن ننتبه إلى أهمية إعطاء الفرد مسؤوليات ومهام تتناسب مع سنة وتتناسب مع قدراته وتدريجيا نقوم بتشجيعه ونقوم بإعطاء مسؤوليات أكبر ومسؤوليات أكبر حتى يتعود على تحمل مسؤولية بكل كفاءتين وبكل توازن تماما يعطيك ألف عافية ست عفاف الصلاحي وأنت مدربة ومرشدة أسرية شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات عفوان بجي عافية نورتنا